نأتي الآن إلى الـ if-else statement السنتاكس لو أردنا أن نستعمل if-else نبدأ بكتابة if ثم بين قوسين الـ condition الشرط الذي سيتحقق أم لا لو شرط تحقق سننفذ محتوى الـ if code 1 to be executed الـ code 1 else في الحالة الثانية سننفذ الـ code 2 بإمكاني أن أشرح الـ if-else باستعمال الـ flow diagram على اليمين لو عندي if-else الكمبيوتر سيبدأ بتنفيذ الشرط يسوي evaluation لهذا الشرط وسيكون طبعا حالتين الحالة الأولى الـ condition صحيح true الكمبيوتر سيننفذ الـ code الأول اللي هو هذا بين القوسين ثم سيننفذ ما بعد الـ if ما بعد الـ if لو عندي code بعد الـ if بالنسبة للحالة الثانية لو الـ condition هي false الشرط لم يتحقق الكمبيوتر سيننفذ الـ code الثاني اللي هو في الـ else ثم سيننفذ ما بعد الـ if ما هو موجود هنا طبعا نفس الشيء لو كان عندي instruction واحدة بين قوسين بين هذه القوسين بإمكاني أن أحذف الـ curly brackets الـ else أيضا نفس الشيء لو كان عندي في الـ code 2 instruction واحدة بإمكاني أن أحذف الـ curly brackets مثال على الـ if-else عندي الكود التالي يعرف ثين متغيرات الـ a والـ b a تسوي 30 والـ b تسوي 20 if a أكبر من b الكمبيوتر سيطبع a is bigger than b else سيطبع b is bigger than a see out end of the program إذن بعد الـ if عندي هذه الجملة تلاحظ أن الكمبيوتر طبعا a is bigger than b end of the program لماذا؟ لأن طبعا الـ a هي أكبر من الـ b في المثال الثاني حذفت الـ curly brackets لماذا؟ لأني عندي instruction واحدة بين قوسين بإمكاني أن أحذفها إذن كتبت أن الـ a تسوي 10 الـ b تسوي 20 هل الـ a أصغر؟ أو هل الـ a أكبر من الـ b؟ لا، إذن هذا الشرط خطأ لذلك الكمبيوتر لم ينفذ هذا الشرط لكن أراح للـ else وطبع b is bigger than a ثم خرجنا من الـ if وطبع الكمبيوتر end of the program سننفذ الآن المثال على الـ if-else statement وعرفت المتغيرات int a و b وسأطلب من المستخدم إدخال القيمتين الـ a و b enter two numbers هنا نسيت عالمات الأصغر end of line c in لإدخال القيم قيمة الـ a و قيمة الـ b الآن لو الـ a أكبر من الـ b c out a is bigger than b else c out b is bigger than a ونفذ هذا البرنامج أقوم بـ build and run أدخل القيمتين القيمة 10 والقيمة 20 b is bigger than a القيمة الثانية هي أكبر أدخل القيمة مثل ادخل القيمات